يوما بعد اخر وقوات الجيش اليمني تواصل ركضها على بلاطة الانتصارات والتقدم فبعد ان طهرت مديريات الوازعية من شوائب الميليشيات الانقلابية تمكنت بعدها بساعات من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة الكادحة جنوب غربي محافظة تعز حيث حررت منطقتين التلة السوداء والتلة الشيكي بعد ان شنت هجوما مباغتا على مواقع الانقلابيين في تلك المناطق اسفرت عن مقتل اكثر من سبعة عناصر من الميليشيا واصابة اخرين ومن تعز الى الجوف حيث نفذت وحدات الجيش اليمني عملية عسكرية نوعية ضد مواقع ميليشيا الحوث الانقلابية في موقع الغرفة بجبهة المصلوب كبدت خلالها الانقلابيين خسائر كبيرة في الارواح والعتاد البيضاء هي الاخرى كان لها نصيب من الانتصار حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير منطقتين حوران وقانية الواقعتين بين محافظتي مأرب والبيضاء من ميليشيا الحوثي بالكامل فضلا عن المواجهات العنيفة التي دارت رحاها بين قوات الجيش وميليشيا الانقلاب في مناطق الخليقة وذي حديد الصقور تكبدت على اثرها الميليشيا خسائر مادية وبشرية سلطان عجيان الاخبارية اشتركوا في القناة